انهم ابرياء قبل ان يعلن القاضي محمد كمال بن مضياف رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي سير الجلسات لمدة خمسة ايام كاملة عن ارفع الجلسة واحالة القضية للمداولة للنطق بالاحكام بتاريخ السادس ديسمبر الداخل فيما اعتبر المحامون ان ملف الحال اصفر عن مزارة عقابية في حق ال حمادي اصفرت عن تحطيم كوندور اول مصدر جزائري بعد صنة ركا عنوان اخر ايضا مشاهدون تجدونه في الشروق اليوم كهرباء شمسية قريبا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون في تفاصيل مشاهدين في تفاصيل هذا الموضوع تكشف ارقام وزارة الداخلية والجمعات المحلية عن استهلاك البلدية لكهرباء تعادل قيمتها 2700 مليار سنتيم في ظرف سنة واحدة منها 1500 مليار تنفق على الانارة العمومية في حين تصنف المقرات والمنشآت البلدية والمدارس والمساجد ضمن القائم الاكثر استهلاكا للكهرباء في القليم المحلية الى عنوان اخر وموضوع اخر ايضا تطرقت له اليوم الشروق كتبت عقوبات صارمة ضد غلق الادارات والحظائل الفوضوية هذا ما كشف فعنه اقول وزير العدل حافظة الاختاب عبد الرشيد طبي عرض مشروع تعديل قانون العقوبات بارل برلمان في تفاصيل الموضوع مشاهدين يقترح مشروع القانون المعدل والمتمم للامر رقم 66156 المتضمن قانون العقوبات تجريم الافعالة تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وتجديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم واوضح وزير العدل حافظة الاختاب عبد الرشيد طبي الاثنين مما نواب المجلس الشعبي الوطني خلال عرضه مشروع تعديل انه يتعلق بمراجعة سلة من العقوبات الاصيلة للجنايات تمشيا مع مقتضيات تكييف السياسة الجزائية مع تطورات التي يعرفها المجتمع وكذا تطور الاجرام وخطورة بعض الافعالة يقتضي التصدي لها بعقوبات صارمة موضوع اخر ايضا مشاهدين تطرقت له الشروق اليوم حيث كتبت لا مسابقات توظيف بعد اجار الثالث والعشرين ديسمبر المقبل تخص طبعا الادارات العمومية لهذا العام الى التفاصيل مشاهدين حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري تاريخ الثالث والعشرين ديسمبر 2021 كاخر اجل من اجل اداع قرارات او مقرارات فتح مسابقات التوظيف او الامتحانات والفحوص المهنية بعنوان نفس السنة بالنسبة للادارات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف او التي تتوفر على مناصب مالية شاغرة وجاء هذا القرار في برقية نرسلتها المديرية العامة للوظيفة العمومية لمختلف الوزارات والولاة وكذا مفتشياتها الولائية تحت رقم 2653 بتاريخ الثاني وعشرين نظمبر 2021 حيث ورد فيها تطبيقا احكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12194 المؤرخ في الخامس والعشرين عظيمة 2021 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في الادارات العمومية والتي تحضد اجال استكمال عمليات التوظيف بمدة اربعة اشهر ابتداء من تاريخ الحصول على رأي مصالح الوظيف العمومي بالمطابقة الى مشاهدين موضوع اخر ايضا تطرقت له او نمر الان مشاهدين الى اهم ما جاء في يومية الخبر اليوم الثلاثاء حيث كتبت في صدر صفحتها الاولى الدولة لن ترفع الدعم وسيذهب لمن يستحقه بن عبد الرحمن طبعا الوزير الاول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمن اكد على اشراك البرلمان في العملية تجدون في الموضوع محورين المحور الاول الامنة يمدح ورقة بيضاء وخطة للتحويات الاجتماعية حمس قانون المالية 2022 يهدد الامن الغذائي تجدون تفاصيل هذا الموضوع في يومية الخبر عنوان اخر ايضا كما تتابعون مشاهدين في جريدة الخبر دائما بالعودة الى جريدة الخبر كتبت هذه خطة الحكومة لجلب الاستثمار الوطني والاجنبي تكريس الحرية والشفافية والانصاف مشروع قانون الاستثمار الجديدة ايضا كتبت مشاهدين هنا يولد المصحف الشريف طباعة جزائرية وعنوين اخرى مشاهدين تجدونها طبعا بالتفصيل في يومية الخبر في عددها اليوم نمر الى يومية اخرى يومية الشعب رسميا المحكمة الدستورية تعوذ المجلس الدستوري رئيس ابون يستقبل اعضاءها عنوان اخر بخصوص استراتيجية انعاش النمو صندوق النقد الدولي وهن الجزائر وايضا وزير العدل طبعا عقوبات جديدة لاستعادة هيبة العدالة افتتاح الصالون الدولي للنقل واللوجستيك والذي يتوصل الى غاية الخامس والعشرين نوفمبر الجاري رسم الخطوط العريضة للانتقال الطاقوي وايضا تترقت مشاهدين الى موضوع او ما قاله وكشف عنه وزير الاول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمن 2500 مشروع ينتظر موافقة مجلس الاستثمار وقال الوزير ان نصوصه طبعا ندوة لانعاش الاقتصاد اختنى لكم مشاهدين من يومية الشعب الفاين